اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانت النتيجة المزهلة انهم باعوا 100 مليار الام علشان يتربع على عرش المنتجات الاكثر مبيعا على مر التاريخ والمدهش اكتر ان الالم مازال ناجح وبيدبع لحد النهاردة بل والمدهش اكتر من كده ان التصميم بتاعه مازال بالتصميم الاصلي ما حصلش فيه اي تغيير لاكتر من 70 سنة والبحثين بيقولوا ان الالم ده بدون مبلغة كان سبب في تغيير شكل الحياة بالكامل وابل ما تقولوا اكيد الموضوع فيه افورة خلونا نجيب الشريط من الاول علشان نفهم الحكاية من اول ما البشر بدأوا يكتبوا على اوراق البردي او الجلود او الاخشاب كانوا محتاجين اداة مناسبة يكتبوا بيها وده كان سبب في ظهور الاقلام المصنوعة من الخوس كانوا بيجيبوا عقلة من الخوس ويبرو السن بتاعها يخلوه مدبب وبعد كده يغمزوه في الحبر ويكتبوا بيه واحدة واحدة والموضوع اتطور شوية وبدأوا يلجأوا لريش الوز الريشة دي بقى كانت اختراع وقتها وخصوصا ان التجويف الديق بتاعها كان بيعبي شوية حبر جواه وده كان بيقلل عدد المرات اللي بيحتاج الكاتب انه يغمس فيها الريشة جوا الحبر وشوية شوية وظهر القلم الحبر اللي بيتعبه انبوبة مجوفة بسن معدني من قدام ومن الناحية التانية الانبوبة عليها غطى لما بنفتحه بنقدر نعبي الحبر منه ونبدأ نكتب زي ما احنا عايزين ولما الحبر يخلص من جوا الالم نعبي مرة تانية وبكده ما بقناش محتاجين نحط السن في الحبارة قبل كل كام كلمة والموضوع ده فرق جدا في الكتابة الام الحبر اللي من النوع ده بعد ما ظهر فضل موجود سنين طويلة وما كانش الناس بيستخدموا غيره بس المشكلة بقى ان الاغلام دي كانت بتقابلها شوية مشاكل اول مشكلة كانت في الام الحبر اللي من النوع ده ان السن بتاعه كان مدبب ونشف جدا وعلشان كده كان بيخربش الورق اللي بيكتب عليه والحركة بتاعته ما كانتش سالسة والمشكلة التانية كانت متعلقة بالحبر نفسه اولا كان صعب انك تتحكم في كمية الحبر اللي بتنزل من السن وعلشان كده الاطفال وطلبة المدارس كانوا بيواجهوا صعوبة كبيرة في استخدامه ده غير بقى ان الحبر كان ساعات بيتصرب من الالم ويزروة الدنيا ديف بقى على كل المشاكل دي ان الحبر اللي جوه الالم نفسه كان بينشف بسرعة وده كان بيخلي الناس تضطر انها تفك الالم وتنظفه كل فترة صغيرة ضيف بقى على كل ده ان الام الحبر كانت غالية فما كانش سهل ان اي حد يشتريه في نهاية القرن التسعتاشر المحامل امريكي جون لود كان بيحاول يعمل الالم يكون السن بتاعه عبارة عن بلية او كرة صغيرة والفكرة العبقرية دي هتسمح للحبر انه ينزل بشكل متساوي على الورقة واحنا بنكتب من غير ما يخرج بكميات كبيرة ولا يعمل بقع وسنة 1888 سجل براءة اختراع بالفكرة دي بس للأسف التصميم بتاعه كانت فيه مشكلة وهي ان الالم بيشتغل زي الفل على الاسطح الصلبة اللي زي الخشب او الكرتون لكن على الورق العادي ما كانش احسن حاجة وكان دايما الحبر بيتصرب منه على الورقة وعلشان كده الالم منجحش تجاريا وبعد فترة اختفى تماما مرت السنين وناس كتير حاولوا يطوروا نفس النموذج بتاع الالم ده بحيث انه يناسب الكتابة على الورق بس دايما الموضوع كان بيفشل لسبب او لاخر الفراغ اللي بين الكورة الصغيرة وتجويف السن من جوه كان بيخلي الحبر كله يتصرب بدون توقف ولما كانوا يعدلوا التصميم ويخلوا الكورة تملة تجويف بالكامل علشان الحبر ما يتصربش كان الحبر فعلا ما بينزلش ولا حتى وقت الكتابة وبالتالي الالم ما بيكتبش وفضل الوضع على كده لحد ما جيه الصحفي المجري لايزلو بيرو وده بقى بطل حكايتنا بيرو كان متدائي جدا من اقلام الحبر العادية وفي قعدة صفة كده أدرك ان المشكلة مش في طريق تركيب الكورة الصغيرة في الالم المشكلة في نوع الحبر نفسه الحبر اللي كانوا بيستخدموه في الاقلام كان سيل جدا القوام بتاعه خفيف يعني وده لان الاحبار اللي كانت بتتصنع في الوقت ده كان بيدخل في تركيبها المية كمزيب وده كان بيخلي الحبر مش ماسك نفسه ويتصرب من السن بسهولة وعلشان كده حاول بيرو انه يعمل خلطة حبر جديدة يكون المزيب بتاعها زيتي بدل مائي وبمساعدة أخوه اللي كان كيميائي نجح في صناعة نموذج أولي من الألم والألم كان مصنوع بالكامل من المعدن وسنة 1938 سجل بيه براءة اختراع في باريس وبعدها سافر هو واخوه على الأرجنتين وعملوا شركة هناك سنة 1943 وبعد كام سنة جي مستثمر فرنسي اسمه مارسيل بيتش وعرض عليهم انه يشتري براءة الاختراع مقابل 2 مليون دولار وطبعا وفق على الصفقة ألم بيرو بالرغم من انه كان ناجح الا انه كان بتقابله مشكلة كبيرة جدا الألم الواحد وقتها كان سعره 190 دولار بأرقام النهاردة وعلشان كده بيش حاول انه يعمل نسخة اقتصادية من الألم ده وفي نفس الوقت تكون عملية وبنفس المواصفات والكفاءة وعلشان كده بدأ يستخدم المعدات اللي بتصنع الساعات وعمل بيهم كور صغيرة جدا من الفلاز قطر الكورة الواحدة أقل من واحد ملي وبدل ما الألم كان مصنوع بالكامل من المعدن اشترى مكان تاني صنع بيه الجسم من البلاستيك لحد ما وصل في النهاية للشكل اللي كلنا عارفينه النهاردة وتصميم الألم كان ناجح جدا وكله مميزات لدرجة ان التصميم ما زال معتمد لحد النهاردة أولا الهيكل الخارجي بتاع الألم ما كانش استواني أملس كان سداسي والميزة دي خلت الألم مسكيته أسهل ده غير انه مش بيتضحرك من على المكتب لو حطنا وده معناه ان الألم مش كل شوية هيقع على الأرض ضيف على كده ان الألم مصنوع من بلاستيك البوليستريني الشفاف وده بيخلي الألم صلب ومايتكسرش بسهولة وفي نفس الوقت نقدر نتابع كمية الحبر اللي موجودة في الألم بكل سهولة السن كمان بيش عمل فيه حركة في غاية الاحترافية التجويف اللي موجود فيه الكورة الفلاز اللي في أول الألم كان متصمم بحيث انك لو ضغطت على السن الكورة الفلاز تطلع لفوق شوية وتسمح للحبر انه ينزل لكن بمجرد ما ترفع الألم من على الورقة وزن الكورة يخليها تنزل لتحت وتسد الفراغ بتاع التجويف وبالتالي الألم بقى بيكتب بسهولة جدا وفي نفس الوقت ما بيصربش حركة بسيطة في غاية الفعالية الألم برضو لو خدتوا بالكو فيه ثقب صغير من الجنب وده علشان يسمح للهوى انه يدخل الأنبوبة بتاعت الألم وما تبقاش مكتومة فلما نبدأ نكتب والحبر يقل في الأنبوبة يدخل مكان الحبر هوى يملى المكان وكفاة التصميم ما ويفدش لحد كده حتى لبست الألم كان فيها إبداع اللبيسة مصنوعة من البوليبربلين وهي خامة عندها قدرة عالية على امتصاص الصدمات فلما الألم كان بيقع اللبيسة اللي تاخد الصدمة وبالتالي السنة ما يحصلوش أي حاجة ده غير إن اللبيسة كان فيها مشبك علشان تقدر تعلق الألم في جيب الأميس والحركة دي عجبت الناس جدا وقتها وناس كتير لسنين طويلة كانت بتعمل كده ولأن ناس كتير وهي بتكتب وبتفكر بتحط الألم في بقها فعملوا تصميم اللبيسة مفتوح من فوق علشان لو لا قدر الله حد بلع اللبيسة بالغلط ما يتخنقش تصميم الألم بالشكل الإبداعي ده خلى الشركة تفضل محافظة على نفس التصميم لأكتر من سبعين سنة متواصلة وفدل التصميم زي ما هو بدون أي تغييرات وقدر مارسيل بيتش سنة 1950 إنه يقلل تكلفة الألم من 190 دولار ل2 دولار بس والإنجاز الكبير ده خلى الألم ينتشر زي النرف الهاشيم في كل العالم وتعرفت أقلامه باسم أقلام بيك الشفافة أو بيك راستل والبحثين بيقولوا إنه لحد قبل سنة 1950 نسبة الأشخاص اللي بيعرفوا يكتبوا كانت بتقدر ب35% من سكان العالم لكن بعد ظهور ألم بيك بتصميمه المميز وسعره الاقتصادي ناس كتير أقبلت على الكتابة والقراءة وزادت النسبة من 35% لأكتر من 90% وعلشان كده الألم الجاف اللي قدامكم ده غير العالم حرفيا بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهن في التعليقات سلام